في الستوديو بضيفنا دكتور محجوب زويري أستاذ إدراسات الشرق الأوسط في جماعة قطر والخبير في الشان الإيراني أهلا نعم مرحبا بك معنا دكتور لم يعلن الأمر رسميا لكن الأخبار تتوالى كيف تقرأ التعامل الرسمي الإيراني مع هذا التطور؟ الآن يمضح تقريبا 15 ساعة منذ أن بدأت الأخبار تتحدث عن ما يسمى باللاندينغ الصعب للطيارة أو حالة ربما ارتطام للطائرة خلال الخمسة عشر ساعة الماضية كان واضح تماما أن هناك إشكاليات تتعلق بالجغرافيا المكان وإشكاليات تتعلق بالطقس والأهم ربما هو الأسئلة حول استخدام طائرة مثل هذا لسفر الرئيس بمعنى آخر معايير السلام المتعلقة بالطائرة واضح تماما أن الحكومة الإيرانية كانت حريصة أولا على دفق المعلومات حول الموضوع رغم تضاربها من الوقت إلى آخر لكن بنفس الوقت كان هناك على الأقل متابعة لحيثيات ما يجري يبدو أنها للوهرة الأولى حرصت على أن تقوم بالمهمة لوحدة لكنها لم تستطع لذلك أدخلت مساعدة تركيا والروسية الحقيقة أن الإعلان عن الوفاة ربما بات قاب قوسيني أو أدنى وربما هذا يتعلق بترتيبات ما بعد الوفاة ماذا تعني بالنسبة للمؤسسة السياسية الإيرانية لكن الحادثة بحد ذاتها مفزعة ومقلقة وتفتح أسئلة كثيرة أولا داخل النظام حول معايير السلامة في المتعلقة بسفر المسؤولين كبار مثل الرئيس وعند الصباح سمعت حديث عن أنه يمكن أن تكون هذه الطائرة قد حملت وزنا أكثر مما يجب وهذا يصبح سؤال كبير أنه كيف مثل هذه القضايا البسيطة تخفى على فريق السلامة الذي يتعلق بالرئيس أو أن الطائرة يقال بأن عملية التوازن حتى داخل الطائرة مهمة جدا طائراتها للقبتر وهذه قضايا فنية أنا متأكد مع المختصين أن يمكن بحثها لكن لا شك بأن الحدث سيكون ثقيل العيار على المؤسسة السياسية الإيرانية بالنظر إلى أولا إلى هناك برلمان لم يبدأ عمله سيبدأ عمله بـ 27 مايو هذا الشهر وهناك أيضا استحقاقات تعلق الوضع المتأزم في المنطقة وإيران جزء من هذه المنطقة وحديث عنها يبدو يوما بعد يوم وساعة بعد ساعة والأمر الآخر باعتقادي هو أن هناك حالة من اليقين على المستوى المؤسسة السياسية هذه الشخصية الرئيسي معروف كان ينظر أن يكون الرئيس القادم لإيران كان مرشح أن يكون المرشد القادم للثورة الإسلامية بعد علي خامن أي الآن هناك أسألة كبيرة وحالة عدم يقين تتزايد أكثر وأكثر حول الوضع السياسي هذا بالطبع لا يعني لنقول بوضوح عدم استقرار في مؤسسات النظام لكن النظام سيمر في مرحلة من عدم اليقين لإعادة التوازن بعد هذه الخسارة لشخصيتين مهمتين اللي هم وزير الخارجية ورئيس الجمهورية نحن نتحدث الآن رئيس منظمة الهلال الأحمر الإيراني يقول أنه لا توجد دلائل على حياة في منطقة حطام الطائرة الرئاسية كدارس متخصص في التاريخ الإيراني هذه اللحظة ما الذي تشبهه في التاريخ الإيراني وما حجم أهميته هو مر عليهم مقتل الرئيس السابق رجائي مقتل الرئيس السلطة القضائية بهشتي في حدث التفجير هذه أحداث كبيرة يعني من جانب تظهر للنظام ربما منطق أنه صلب ومتماسك ومن منطق آخر تدخل في مراحمة عدم اليقين السياسي بعبارة أخرى تطرح أسئلة كثيرة عن تأثير العقوبات عليه إلى أي حد يمكن أن يستمر في قضية السياسات التي تؤدي إلى مثل هذه النتائج تطرح أسئلة كثيرة حول مدى وصلابة النظام في هذه اللحظات الحاسمة الشخصيات التي تحدثت عنها كانت تقيلة العيار في النظام السياسي شهد بهشتي كان رئيس السلطة القضائية الرجائي كان رئيس الجمهورية وتعرض للاغتيال بعبارة أخرى ليست هي التجربة الأولى ربما هذه التجربة سياقاتها مهمة سياقاتها بمعنى سياقاتها الزمنية وسياقاتها مكان وقوع الحادث الرجل أنها مهمة يعتقد بأنها مهمة في السياسة الخارجية الإيرانية وهي تصفية أزمة مع الجارة أذربيجان وافتتاح سد بين البلدين هذا ينسج مع توجهاته في تصفير المأزمات مع الجوار الإيراني ذهابوا إلى هذه المنطقة بمثل هذه الظروف سيذكر له بغض نظر عن موقف البعض من إيران أو سياسة إيران الأمر الآخر باعتقاده هو أنه طريقة تعامل النظام مع ما حصل حتى الآن واضح أن مؤسسات النظام متماسكة تصريحاتها إلى حد ما منضبطة المسؤولين يعرفون بأن وفق دستورهم ليس هناك أزمة في الانتقال السياسي الدستور واضح جدا والكل بات يعرف الآن أن المدى 1-30 من الدستور الإيراني تحدد بوضوح عملية الانتقال الرئيس في حال وفاته أو مرضه لمدة 60 يوم أو أكثر يعني كان هناك ليلة انبارك ونتحدث أنه في سيناريو جيد أن يكون وقعت الطائرة ومريض مثلا ماذا سيحدث؟ أيضا النص واضح في هذا الموضوع عملية الانتقال السياسي مسألة ليست مثار سؤال على الإطلاق السؤال المهم من هي الشخصية التي يستطيع تستطيع النقبة السياسية المحافظة الأصولية أن تقدمها لأنه في السنوات الماضية بدأت تنحسر الشخصيات يعني توفي شخصيات مهمة شخصيات مهمة ربما تركت المشهد السياسي وذلك قدت لك حالة عدم اليقين من هي الشخصية التي يمكن أن تأتي لتملأ فراغ رئيسي رئيسي عندما جاء جاء بعد روحاني وروحاني أيضا شخصية فقيرة العيارة السياسي هو أيضا كما يعرف الجميع هو كان رئيس السلطة القضائية مدعي عام طهران وعضوه مجلس الخبراء القيادة ليس أكثر من أن يكون اسمه أهم اسم مطروح أن يكون بديلا في حالة وفاة المرشد الأعلى وبالتالي هذا الذي أتحدث عن عدم اليقين من هي الشخصية التي يمكن أن تقدمها النقبة المحافظة بإيران معنى آخر نقبة المؤسسة السياسية الدينية لتحل محل رئيسي في المرحلة القادمة وتحدث نوعا من التوازن رئيسي استطاع أن ينفتح على ما يسمى بقايا التيار الإصلاحي بقايا حتى لنقول الأكثر أصولية في التيار الأصولي من هي الشخصية التي تمكن أن تلعب هذا الدور الآن هذه أسئلة التي تحدث عنها وأقول عدم اليقين الذي متوقع أن يحصل على الأقل في مرحلة الستين يوم المحدثة المحدثة